نبتدي أخبارنا من لقاء رئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس بجاك صالفن مستشار الأمن القومي الأمريكي بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة وتم التباحث في عدد من القضايا الإقليمية زي الأوضاع في ليبيا وتونس وسوريا واليمن والعراق إلى جانب القضية الفلسطينية ومستجدات قضية سد النهضة الرئيس قال أن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جاك سليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وكذلك كل من السيد بريت ماكورد منصخ الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي والسيدة أريانا برانجورد كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأمريكي والسيد جوشوا هارس رئيس إدارة شمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤكداً سيادته حرص مصر على تعزيز وتدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة استمراراً لمسيرة العلاقات الممتدة بين الجانبين على مدار أكثر من أربعة عقود لسيما على الصعيدين الأمني والعسكري وهي الشراكة التي طالما ساهمت في جهود الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في مقابل ما يشهده من توتر والضراب من جانبه نقل مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس بايدن مؤكداً تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي القائم مع مصر وتطويره خلال المرحلة المقبلة لسيما في ضوء الدور المصري المحوري والمتزن في منطقة الشرق الأوسط والذي بات عاملاً أساسياً لنجاح جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام ومشيداً في هذا الإطار بجهود مصر الفعالة على صعيد مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وأهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل مستجدات القضايا الإقليمية خاصة تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وتونس والسورية واليمن والعراق حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن الترتبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا وكذا ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية حيث أكد السيد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لإنجاح المسار السياسي وسحب كافة القوات الأجنبية من ليبيا الشقيقة مشدداً سيادته في هذا الإطار على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا في موعدها المقرر في ديسمبر 2021 ومؤكداً سيادته في ذات السياق أن السبيل الفعال لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو عودة الدول التي تعاني من أزمات إلى إطار الدولة الوطنية بالمفهوم الشامل كما تم مناقشة مستجدات قضية صد النهضة في ضوء صدور البعين الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتسال الأطراف للتوصل لاتفاقي ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف حيث أكد سيد الرئيس من جانبه مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات وأن المجتمع الدولي عليه القيم بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية حيث أن مصر لن تقبل الإدرار بمصالحها المائية أو المساسة بها وقد جدد سيد سيرفان التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري وذلك على نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام حيث أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية في احتواء الوضع في قطاع غزة ومنع تفاقم الموقف إلى جانب إطلاق المبادرة الخاصة بإعادة أمار غزة حيث تم التوافق بشأن استمرار التشاور والتنصيق في هذا الخصوص لضمان مواصلة تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار التهدئة الحالية من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين وقد أكد سيد الرئيس أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروع سيكون له مردود كبير سينعكس على تطور وتغيير وقع المنطقة بأسرها للأفضل ويفتح أفاق السلام والتعاون والتنمية